السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتي مرحبا بيكون معايا في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان بنتي مشى تقرأ اليوم غادي نعود ليكم قصة دي الواحد البنت فعمرها 16 عام قصة حقيقية ما غاديش نقول ليكم شكون هي ولا بنت من ولا شو اسميتها اللي غادي نعود ليكم عليها هي على شنطر ليها وشنوقع ليها والقصة ديالها حتى للتالي بقاوا معايا وتسمعوا قصتها حتى للنهاية المهم هادي ابنيتها فعمرها 16 عام كتبشي تقرأ بحالها بحال اي بنت في التقدة ديالها كتقرأ في السيزياماني المهم كل ما نهار غادي ندرسها بحالها بحال البنات كاملية تعرفت على واحد الشب كيقرأ معاها في القسم بدت العلاقة ديالهم بالصداقة مهم اصدقاء عزيز عليها كتخرج معا كيخرج معا يخرجوا فوقت الاستيراحة مجمعين بجوج بيهم كيقلت معاها الناس في نفس الطابلة ومهم دي ما مجمعين بجوج بيهم مهم اصدقاء اصدقاء ديال المعقول صافي المهم ديك الصداقة ولا تتحولت العلاقة تحوب فاش تحولت العلاقة ديالهم و القصة تحوب يعني زادوا عمقوا فيها بالمعقول عاقوا بيهم تلامد مهم عاقوا بيهم بزاف ديال تلامد في القسم ديالهم النيت عاقوا بيهم ومهم دي ما مهم كي الهضرع ليهم وذاك شي عرفوهم باللي راك هنا قصة تحوب بيناتهم وهم يعني مازالين صغار بجوج بيهم مازال ما عندهم لمستقبل لا يديك اللي يخليك مازالين عاد في المدرسة كيقرأوا المهم وواحد النهار ما قرأوا الشي ساعة ديال اللي ما قانا وخرجوا مهم خرجوا ما قرأوا الشي مادة خرجوا فيها على برا ومشا ديك البنيتا وديك الولد مشاو تلاقوا على برا وخرجوا المورا اللي سيفين كيقرأوا مشاو الشي بليسة في هز الصراح وقلسوا تماما ومع الدرير ديال القسم كانوا حاديا هون صافي مهم مشاول تماما وقعت الواقعة تلاقوا ورقوا كتعرفو الولد مع البنت ببحديتهم الشيطان قلب عليهم ووقعت ليهم الواقعة وحصلهم بالدرير والبنات وتجمعوا عليهم وفضحوهم وداروا لهم الشوها المهم وصل الخبار لعائلة ديالهم وصل الخبار لعائلة ديال اللي بنت والعائلة ديال الولد بجوج بهم العائلة ديال اللي بنت شنو قالت البنت مازال صغيرة قاصر يعني إلا مشو شكوا به الولد غادي يدخل الحبز شنو داروا مشو عند العائلة ديال الراجل تفاهموا معاهم شنون ديرو شنو ما نديروش باش البنت ما تضيعش ما يضيعش لمستقبل ديالها ما تضيعش الحياة ديالها ولو أنها يعني بكل صراحة ضيعاتها هي اللي ضيعاتها وخرجت على راتها يعني ما كانش مشاعليها يعني باش تعمق العلاقة ديالها مع ذك الشاب وهو كتشوفو يعني ما زال برهوش ما زالت تخنونت وما كيمسحاش نيشان ما زال بحال وبحالها ما زال ما قد على مسؤولية ما قد على دار ما قد على ولاد ما قد حتى على حاجة ما زال هو برأسه وبهمو اللي كيشيروا للصبات وبهمو اللي كيشيروا للكتوبة وبهمو اللي كيوكلوه ويشربوه يعني ما زال ما عندوش ما قادرش على المسؤولية أشدهي غرق رأسه صافي المهم مشت العائلة وتوهموا مع العائلة الخراش شنو ما نديروش ولدكم ضيعنا بنت ناركم عارفين يعني حباب البنت كيجو مع بنتهم حباب الولد كيقولوا لأفوت ديالبنتكم البنت شعلش تسلم رأسها للشاب صافي المهم حباب الولد طلعوا مطورين شنو غايديرو مش شنو ما يديروش باش ما يضيعوش المستقبل ديال ولدهم ويدخل الحبس والغرامة أوراكم عارفين في المغرب تتتغرب المهم تافقوا باش أنهم غديجوجوا الولد البنت بجوج بهم باش ولدهم ما غديش يدخل الحبس صافي المهم تافقوا قالوا خليوا يكملوا هاد العام ديال الدراسة كانوا في النهاية ديال الدراسة كملوا العام ديالهم صافي هي هادك صافي مشوا مهم داروا تطالب عند العدول وعند القاضي وذك الشي داروا لهم العقد وقالوا بلي غادي نسروها ونديوها وصافي غادي غايد مهم يجوجوا هالو صافي هي هادك جوجوا له ذك البنيتان وهي مزالة صغيرة تهلية لكم في السيدي امريكا تقرأ جوجوها له ولكن شي جواج ما شي جواج دي الفرحة غي جواج دي دي المسخوطة دي الوالدين وصافي كما نقوله قدر عليها ربي ذاك شي ما ما كانش عليها تدير ذاك شي يعني كان عليها ترزن وت يعني وخا خرجت معا وخا كتخرج مع وخا ولكن شرفها كان عليها تحضيه ما للأسف الشديد ما خسرت شرفها وخسرت عائلتها وكل شي صافي داروا لعقد ديك البنية الدوها عندهم للدار كما قلت لكم الوالد ما زال ما عنده لشنبرة ما عنده لناموسية ما عنده ليدك لا يخليك عايش مع وليديه يعني عايشين مورمال يعني ناس علاق دهم ماشي اغنية ماشي فقارة ولكن الوالد كينعس في واحد البيت يعني مع أخوته كما كانت تهيه كتنعس في البيت بين مع أخوتها صافي فجوجوها لذاك الوالد الوالدين دي الوالد قالوا باش ما يزيدوش طيحو في الغالط باش البنت ما تحملش ويزيدو يغرقو فيها كتر قالوا شنو غايديرو شنو ما يديروش قارة نلعبوها عليها قلب المهم المرات طلعت الكوزة ديالها مطورة مطورة فقط كاتهضر معها كاتقول لها بنتي ودبا صبري ودبا انتو ما جوجناكم هانتو ما درنا لكم العقل العقد ولكن غادي تصبري معانا وتخلي تعمك يجمع شوية ديال الفلوس وهذا ويدفع لكم الناموسية يشري لكم بيت الناس وهذا المهم كاتديها غير بالغدوية كيما كانقولو مهم ملعبت لها على العقل ديالها بالمزيان صافي البنت تييقاتهم صافي قالتي وصافي راني تزوجت به صافي راني مع البنت كتبغي كتحمق كتحمق عليه بمعنى الكلمة كتحمق عليه أما الولد خلاص منين وقع له ذاك الشي صافي كره ما بقاش يبعد يضور بيها ما بقاش يبعد الحامل يشوفها ما بقاش ذاك العقد اللي دارو اللي دارو غيبززوها عليه باش ما يتخشل الحبس وصافي المهم ما نقولش لكم يعني ما بقاش حاملها وصافي وقررتهم معه والتاني زي تقررتهم معه ما أقول قتلو هاشنو غا نديروها الخطة هاشنو 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 صافي هي هاديك قاتل اللي بنت قاتلها سير زبقيت نعسي في البيت معا لبنات قات مشي اللي بنت قات مشي كتناعسها في البيت معا لبنات معا بناتها ولولد كيمشي كي نعس في البيت مع أخوتهم كما كان قبل لأنا كما قاتل لكم لولد مازاك يقرر ما عنده لباش يدير ربيت النعاز لما عنده لا يديك لا يخليك باش ما يغرقوش باش ما يوقعوش في الخاطئ أو تاني مرة خورا صافي هاك كاك المهم حتى دوزوا واحد ستشهور وهو معا لديك الحالة هاديك وشي ستشهور هاك كاك بقات معا هوم البنت المهم وشوية صافي البنت بداز كاسعيق براسها بداز كاسعرف بالليرا هاد الشي دايرين هالي ها غي خوطة لأنك تشوف الولد ما بقاش كيم ما كان معاها فاش كانوا في المدرسة يعني كان ذيك الحوب والغرام وذاك شي ولكن فاش عقد بيها وذاك الشي صافي في الدار ما بقاش كي يقلس معاها ولا يهضر معاها ولا يخرج معاها ولا يقول لا حبيبة ولا يدك لا يخليك صافي المهم البنت صافي بداؤوا المشاكل بينها و بين لبنات الويساتها في الدار معتها هي أصلا برهوشها ولبنات أصلا الويساتتها هما غي برهيشات بداؤوا المشاكل على الشغل ديال الدار سيقتين تي ما سيقتينش انتي وهدي انتي تصلين معا انتي الطيبين انتي فهمتي صافي بالمهم بدأوا كي يدبزوا هكا ويتنقلوا على الشغل ديال الدار صافي البنت سخن عليها الحال ما نكتبش عليكم مازال ما بغاتش تصبر صافي شوية كت هز حويجها كتبشي لدارهم صافي قلت ليهم أنا هاد الشي بزاف واش انا واش انا جوجت واش انا واش انا عايشة مع البنت في الدار واش انا مهم كتشكي على حبابها وذاك الشي حبابها كي مالقا عيدة مارضة وش قدام شجيرا مارضة وش قدام العائلة وصار جا عندهم بنتهم ويقولوا وقع لها مشكيل ولا مع ما قررش يعني يقولوها شنوقعها شنطرا صافي حقا والهوادرة جاسية تخطبها وعطيناها له مثل صغير وصافي المهم طواوذك الشي بيناتهم وصافي صافي هي ديالك المهم مرة يدبزوا مرة تزحوي جاسة تمشي عند حبابها دوز عندهم هكا 15 يوم 20 يوم ايو تولي ترجع لتمات حبابها كي يقولوا زعمها خلي زيدوا الدرار يكبروا وخلي ويديروا يديروا لها كما ذك الشي واش وعدوهم حباب الراجل ميما كينوالو من ذك الشي والأيام كتوت والأيام كتوت صافي بقوا على ذيك الحالة صافي المهم ضق عليها الحالة عن البنت وكيما قلت لكم المرة ديال عقوزتها مطورة بزيف صافي يحتاج معو ذك شوية ديال الفلوس اللي باش يقدروا يعني يتقدموا اللي محكامة ويطلبوا الطلاق وذك الشي باش الولدي يرفع الطلاق على البنت ضروري يعني يخصهم الغارمة باش يقضي يخلصوا صافي مهم بتاج معو تفقاتي والراجل ديالها وجمعو ذك الحصييته باش غادي باش غايا يحكم عليهم القاضي يعني ضروري غايا يحكم عليهم القاضي صافي ومشا ورفعوا عليها دعوة ديال طلاق صافي قالوا لها حقا والوذكة الدبز هي والبنات وما متفهمش هي والراجل وهي يرى من ذيك النهار اللي وقعت الواقعة في اللي كل من ذيك النهار يا الراجل ما شفته ولا قربته صافي مروح ذك تتبع ليها صديق ربي صافي وجمعو طوع عليها صافي هي هاديك مشاو عند القاضي ورفعو اطلاق وقاولو القيصة شنو قع شنو ترى وطلقو صافي وطلقت البنت وحكمت عليها بمليون ونص ديال اطلاق عال الولد صافي حباب الولد شي جبدو الفلوس ميزة وخلصو ديك مليون ونص وعطوها اطلاق ديالها للبنت صافي البنت مشات في حالتها ها هي التهنات من الراجل هاد القيصة كاملة لشعب التاليكم غيباش يعني تديرو اطنسيون اللي عندو شي ابنيتا اللي عندو شي وليد وكيقرأ وكيمشي المدرسة وكيخرج وكيخدموا ولا كل واحد يهضر معا ولدو ومعا بنتو كل واحد يوعي بناتو غيب العقل فهمتوا غيب غيب السياسة والعقل ووعيوا بناتكم ما تحشموش تقولوا لا وارا الوالدين ما نهضروش معاهم ولا بالعكس ووعيوهم وفهموهم وقلولهم وشرحوا لهم داك الشي وفهموليهم باللي حتى يكملوا قرايتهم ويخدموا ويوصلوا الواحد لمرتابة لكن ما بغوهم وليديهم وعاديك ساعدش قصة الحب عما يحبره معا مرورك تالي معا مرورك يهرب راء شهر ديال العسالة رضغيه كيجي ويمشي ذاك الشيرا ما فيتش ما فيتش غيجي غيجي واحد النار غاديجي ما منو هرب ولكن بنادي بشي ديع المستقبل ديالو على صغره على ستاشر عام وسبعتاشر عام وثمنتاشر عام هذي كي يلي خيبه هذي كي يلي ما كان بغيهاش لأي بنت على وجهه الأرض ما كان بغيها لها شان بالنسبة لي انا المهم أخوتي اخواتي بارتاجوا معاكم الفيديو واسمحوا لي لا طولت عليكم هذي الفيديو هذا واللي ما زل ما مابوني شي دير عابوني باش بقي وصلوا الجديد ديالي ديالي دياما واللي دي جام أبوني خلي لي شي كومان طيغ جوين كيما كان قليكم دياما هي وهذا الشي اللي كان المهم رسالة ديالي اللي بنات حافظوا على الشرف ديالكم كيف ما بغت تكون دورف ديالكم كيف ما بغت تكون وخات تكون تحمق على الشب كيف ما بغى يكون من الشرف ديالك نقول لك اختي حافظي على الشرف ديالك اختي ولا بنتي ولا اللي كان حافظوا على الشرف ديالكم على اللي بنات ما تضيعوش والدراري وكتعرفوا المراهقة يعني كل شي كيكون غي زايق وصافي يعني ما مسوقش يعني ما كيكونوش عارفين شنو هي المسؤولية يعني بنادم يطيح بنادم في الغالط ولكن ما كيحسش ما كيكمش على المسؤولية دياله ولا يتقولوا را غادي يهززكم ولا غادي يكمل عليكم غادي يتزوج بيكم ولا را ما كينش لأنك يكون الولد باقي صغير بحالك بحاله يعني ما قادش على الهززان ديال المسؤولية ذاك شي عدش كنقول لكم هالبنات حفظوا على رأسكم وحفظوا على الشرف ديالكم تتزوجوا وديروا الحلال ديالكم ديال المعقول يعني ما شغير تفليات وصافي وبهك ربي يستر لكم ويوثقكم في حياتكم إن شاء الله الرحمن الرحيم واللي ما زال مزوجاش لله يسهل عليها ويجيب لها ربيتك شي اللي كتمنى في حياتها واللي ديجام زوجة الله يسهل عليها ويسهل على وليدتها واللي يكمل الفيديو حتى الأخر الله يجعل سيد ربين وغروين وغر طريقه ويفرحوا بدك شي اللي كيتمنى في حياته والله يسهل على وليدتكم يوقولوا آمين وإلا عجبكم بحال هاد القصص هادو قولوا لي وانا قنعوت لكم القصص يعني را عندي بزف 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 ديال القصص اللي عارفة واللي هما حقيقيين اللي هما دازوا على ناس كان عارفهم واللي كانوا يعني وش حانوا قصة أنا ديجا سامعها وذك شي يعني إلا عجبتكم القصة دياللي عاوتت لكم وعجبكم الفيديو ديالي قولوا لي ولكن غاديبان لي غايم نجيم ولي غاديبان لي وش عجبكم الفيديو ولا ما عجبش ليكم والبنات ما تصرعوش للزواج ما تبقوش تغرر قراتكم وانتو ما صغارات دوزوا حياتكم دوزوا الفطرة ديال الطفلة ديالكم مزيان لعبوه نقزوه خرجوه دوزوها بالمزيان بالمزيان مزيان وعدك ستاع الزواج الزواج ييجي من بعد 24 عام 25-26 والفوق باش كي تكون البنت شار بعقلها وعارفة يعني تقدر على المسؤولية لان راه الزواج صعيب راه ماشي سهل راه ماشي ذاك الحب اللي كنكونو كنحلمو بي فاش كنكونو ناعسين وسدي العينينا وسدي نعوينتنا وكنحلمو تخيلو راه ذاك الشي ماشي حقيقي راه ذاك الشي راه قد تزوجو كس بشي والدار كتفاجئو كس كون مفاجأة كبيرة لهزان ديالهم الدار المصروف العقوزة الويسات الويس يعني راه قد تقول لي عندكم واحدة المسؤولية كبيرة ماشي ذاك المسؤولية اللي كانت عندكم فالدار ديالكم تنعسو حتى تشبعو وتفيقو وقت ما بغيتو وتاكلو اللي بغيتو وتشرطو على أمكم وعلى أباكم هادي ناكلها هادي ما ناكلهاش هادي بغيتها هادي ما بغيتهاش لا الدار ديال الزواج راه قد تختلف وسيرتو سيرتو ولكنتو مزوجين وسكنين مع العقوزة والعقوز والويس والويسات ديروا أعطنسيو على البنات وردوا بالكم وما تتصرعوش